السلام عليكم ورحمة الله للمجزة الرياضية مع اغتراب العدي التنازل للاستضافة مملكة البحرين جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلة واحد أعلنت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط استعدادها التام لاستضافة النسخة الثانية عشر من البطولة العالمية التفاصيل في سياق التقرير التالي أيام غليلة فقط تفصلنا عن استضافة حلبة البحرين الدولية للنسخة الثانية عشر لجولات بطولة العالم للفورميلة واحد حيث يمثل هذا السباغ إحدى أقوى الفعاليات التي تضع مملكة البحرين وبغوة على الساحة الدولية لهذه الرياضات وسيقام هذا السباغ في الأول والثاني والثالث من شهر إبريل المقبل على مضمار مميز ضمن 21 سباغا للفورميلة واحد حيث سيقام السباغ الليلي الثالث هذا العام ما يجعل حلبة البحرين موطن رياضة السيارات في الوطن العربي لم نكن نعلم أن حلبة البحرين الدولية ستكون قادرة على التعامل مع السباغ الليلي جميل أن نرى الأضواء في الحلبة سيكون صعبا للسائقين وأكثر حماسا مما سيجعل المشاهدة ممتعة ويعد سباغ الفورميلة واحد الوجهة المفضلة لمحبي رياضات السيارات حول العالم لحضور السباغ والاستمتاع بمختلف الفعاليات رياضة الفورميلة واحد هو حدث دولي يجذب الكثير من السياح إلى البحرين وخاصة من هم هوات رياضة السيارات كما ويعتبر هذا الحدث الكبير والهام في مملكة البحرين رافدا وأجاذبا للحركة السياحية في البلاد حيث يعول عليها الكثير من أصحاب الفنادق والمشاءات السياحية في مملكة البحرين نظرا لما يستقطبه من جمهور كبير من مختلف الدول والأقطار العربية والعالمية بالإضافة إلى محبي سباغات الفورميلة واحد من داخل مملكة البحرين انطلقت يوم أمس بمركز تسهيلات البحرين للإعلام بجامعة البحرين فعاليات دورة المعلقين الرياضيين التي نظمها المكتب الإعلامي اسمه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالتعاون مع مزارة شؤون الإعلام وجامعة البحرين والاتحاد البحريني للدفاع عن النفس تحت شعار أطلق حماسك وعلق وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين والرياضيين إلى تكوين جيلا من الشباب البحريني القادر على ممارسة التعليق الرياضي وفق أسس احترافية وعلمية بالإضافة إلى تنمية قدرات وإمكانيات الشباب في هذا المجال تمكن المنتخب الياباني من الفوز على منتخبنا الوطني للشباب بثلاثة هدف مقابل هدفين في المبرار التي جارت بينهم على استادي مرينة خليفة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة الدولية للشباب لكرة القدم التي تحتضنها مملكة البحرين حتى الثامن والعشرين من شهر مارس الجارية وأجاء تهدف المنتخب الوطني عبر كل من ضلال النعار ومحمد جاسم إنما سجل للمنتخب الياباني كل منه كي مايوتا وهيروكي واللعب أغاوى كوكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر